لا شكرا عدة أمور القيام بها هو انفصاليين الداخل إرهابيين بكل ما تحمل كلمة معنا شفنا فيديوهات حقيقة استفزتني بصفتي مواطن المغربي دي المجموعة كوديسة السب وشتم في حق المسؤولين المغاربة السب وشتم في حق الملك البلاد السب المباشر في رجال السلطة ورجال الأمن هذا الشيء اكتار وتعدى الخطوط الزرقاء والحمراء والسوداء ونحن صبرنا بصفتنا مواطن المغاربة نعم أخي الكريم راقان سيعمل حق واحد الكلمة قويلة زوين أقريك المناسبة لما استغلنا عاش ما نشوف الشيء هذا العملية اللي وقعت والتحقيق فيها حاليا غالبا المغرب غضي عندنا بيانا بوليزاري ومنظمة إرهابية وتحت طائلة القانون القانون الإرهاب ما غضيش فقط شوف شي دبانة من دوكل الفصاليين المزركين القزو يعني نحتاج منظمة لحق الإنسان وذلك شي مزراتي دفعليهم لأنهم هم كين ضاويوا في جماعة إرهابية لك تهدد الأمن ديال بلد آمين وذيال الأمنين وذيال المدنيين فإحنا أخصى بها تسريع بهذا القانون هذا تسريع بالله بالتحقيق والقانون الوقت اللي غضيزر القانون كنت أكد أن ما كينش في انفصاري من هذا دبالي كتشوفهم لا أمنة حي دار ولا ذيك خيدنا اللي كانت اللي كانت شي عندهم تندوف ولا هالطلبة اللي كيكونوا في أقادير في الجامعة ديال أقادير ولا قاعد كوديسة وقاعد اللي كانت تشوف تباق إلى تحقيق سهلة وتبتبئة أن هذا المنطم الإرابي البرزاري كنت أكد أن الموضوع انتهى بصيفانها أيها بالنسبة للنفيصالية أسمح لي أستاذ الله أستاذ الله أستاذ سلم غير تفعل بسيط في ثلاثين ثانية غير واحدة المسألة باش ما تفهمش غلطة أنا أمريكا نقول لك بأنهم لم يكن هناك اعتراف صريح لا أنفي أن هناك اعتراف ضمني هذه المسألة اللولة المسألة الثانية أنا متنقولش أنهم ما اعترفوش أنها را نبرئهم من من هذه العملية مصدر العملية معروف معروف معروفة البوليزارة غير هو غير هو هادش اللي قلت يا السينابيل هما عارفين للكاريتة اللي داروا بذلك هما عارفين بأن هذا الشيء غير يكون عنده واحدة تابعات كاريتية لا على المستوى لا داخل المنتظم الدولي ولا تفاعل غير يكون عند الدولة المغربية وعند قوة المسلحة الملكية جراء هذه المسألة والتحقيق ونتائج التحقيق سيترتب عليها ما سيترتب تجاههم لذلك نشوفوا بأنه كان واحد لارتباك هذا التدوين اللي فيها اعترف ضمني راها تتبين أنه كان حالة الارتباك بين قيادات البوليزاريو بخصوص هذه العملية وأظن أنهم يتحسسون رؤوسهم على ما قد يأتي من بعدها أخي محمد سلم أنا أردت فقط أن أعلق على ما طرحه الأستاذ هرباز أعتقد أنه من أهم عناصر قوة المملكة في تدبير هذا الصراع هو وسعة صدرها هو استيعابها لأبناءها يعني العمق مشروعية العلاقة أو مشروعية ممارسة المغربية سيادته التي تنبع بمناسبة من علاقة البيعة التاريخية بالأساس ما بين سلاطين الدولة العلوية وما بين رعاياهم في هذه الأقاليم هناك رعاية يعني أبوية هناك سعة صدر كبيرة لدى السلطة خاصة لدى مركز القرار وبالتالي أنا لا أعتقد على أنه ستكون هناك ردة فعل انفعالية تأتي على الأخضر واليابس هذا ليس من طبيعة ولا ليس يعني ليس من من سلوك ولا من أخلاق الملوك ولا من يعني أخلاق يعني السلاطين العلوين في علاقتهم مع رعاياهم عبر التاريخ ربما بالتأكيد ترتكب أخطاء المغرب يتعلم من أخطاء والسلطات الجهات الرسمية ارتكبت أخطاء عديدة بتدبيرها لهذا النزاع لكن كانت دائما المركز كان يتدخل لأجل إصلاح تلك الأخطاء وبالمناسبة السلطة كانت أيضا تتعلم من أخطاءها اليوم نحن أمام تحول تحول استراتيجي وهم جدا في قواعد الاشتباك تحول في قواعد اللعبة متعلقة بهذا الصراع أنا شخصيا إن كان لدي رأي في هذا الموضوع سأقول على أنه ينبغي تجريم أو وصم الإرهاب بالجانب العنيب في البوليسار بمعنى وصم الجناح المسلح وتجريم أعتقد على أنه مناخ هذا المكسب الذي توصلنا إليه في المملكة بشكل عام منذ تدشين العاد الجديد والانتقال الديمقراطي منذ تسعينيات قرل ماضي وتجربة الانصاف والمصالح وغيره أفرز مناخاً ديمقراطياً أصبح محل إشادة مناخ حقوقي يضمن حتى للمخالفين التعبير على رأيهم وهذه علامة قوة يعني حينما يشير يأتي المبعوث الشخص الامي العام ويلتقي حتى تلك الأقلية القليلة يسمح لها بالتعبير على رأيها وبتشكيل هيئات مدنية أو إلى خيره هذا يعني يحيل على قوة الدولة المغربية وقوة الطرح المغربي المتعلق بقضية الصحراء الذي يحتضم أبناءه بما في ذلك من يختلفون لا معه لكن في حدود القانون في حدود القانون بمعنى القانون هو من ينظم تلك العلاقة هو من يضمن حرية التعبير وهو من يضمن سقف تلك الحرية إذا كنت انفصاليا اسمح لي فقط ونختم ما نختم في جزئي أخي بمعنى الانفصالي لك كل الحق في أن تعبر عما تشاء وأنا شخصيا انفصالي سافق على شيء وأتحدث من هذه الزاوية وأفخر بكوني وجدت ملاخن يحتضنني أنا حملت السلاح وتعبرت عن مواقف وحينما وجدت نداء العودة مفتوح باب التوبة مفتوح باب الوطن الغفور الرحيم مفتوح واستفدت منه وأريد أن أبقي هذا الباب مفتوحا وهذه المكاسب التي حققناها عبر النضال وعبر مصار حقوقي طويل وعبر تضحيات لا أريد أن تمحى بجرد قلب بالتالي لا أعتقد على أنه مجرد تعبير على الرأي أو تبني فكرة معينة سيعد جريمة لا أعتقد ذلك لكن انخراط في عمل مسلح في عمل معادي في عمالة لجهة معادية والانخراط خاصة لعمل خارجي يستهدف المملكة بالتأكيد ينبغي أن يجرم ولا ينبغي التسامح معه على الإطلاق العنف ينبغي أن يكون مختصاص الدولة لوحدها ولا ينبغي أن يشرع معه بأي شكل من الأشكال ندبر الخلافات فيما بيننا بالحوار نتقبل كافة الآراء نختلف معها لكن يجب أن نضمن لها لكل المخالفين حرية الرأي وأن نحاورهم بالتي هي أحسن أما العنف فلا نقبل على الإطلاق وبالتالي ما أقترحه وما أتبنى شخصيا هو أن يجرم العنف وأن يوصى بالإرهاب من يتبنى العنف أو من يشيد بالعنف أو من يشجع على العنف خاصة إذا كان هدفه المدني أما من يتبنى فكرة مجردة أي أن تكون تلك الفكرة فلاه الحق في التعبير عن رأيه والدول المغربية تضمن لمواطنيها هذه الحقوق وتضمن سلامتهم أيضا وهذا عنصر قوتها وهذا دليل قوتها ودليل أيضا شرعية موقفها شكرا أنا أتسمح لي بواحد تقطار ربما كان قدير أختلف معك كليا في هذا الموضوع لأنه بالنسبة حتى الانفصال هذا ليس شيء رائع أو حريط رأيه هذه رمسألة خطيرة بالنسبة للوطن الموحد هناك مثلا الكاتلان في إسبانيا كيف يجتم أيضا سجنهم ما كتبقاش في حرية رأيه كتوليدك السعاف تهديد الأمن في البلد كلها أو في الوحدة إذا طائرة القانون هنا أنت لما تتكلم على الجنح المسلح ألا أنت البوليزاريو عندك فيها شيء جنح مسلح وجنح سياسي عندك الجنح السياسي هو الجزائر وعندك الجنح ملتسلاح هي البوليزاريو كلها ككل ألا أن المفاوضة تتكلم مع مع الجنح السياسي البوليزاريو لا تستطيع شكل مع البوليزاريو حتى المغرب في الشكينادي مثلا على المفاوضات أو العطاب الغند أو الطاويلة المستديرة هناك نتكلم على الجزائر لا شيء على أيد هذه المسلحة اللي هما البوليزاريو والجنح المسلح ديال البوليزاريو أنت لن يكون عندك رأيه أنك قدام هذا الجنح أو قدام هذا البوليزاريو فأنت قدام الإرهاب إلى التعلينات البوليزاريو كمنظمة إرهابية لا يمكن أن تتكلم على رأيه أو أنت تقول رأيك في موضوع لا لا هذه المسألة للي فعلا كتبت البلاد السيسال انفيصال ليس مجرد رأيي انفيصال مسألة خطيرة ولا يتعاقب عليها بالإعدام يتعاقب عليها بالإعدام على المسألة ديالانفيصال لأنك تقول لي والعمل الجزائرات من الفوق فالموضوع نحن لا نقول لشهد الناس كلهم بالضرورة إلى أن تكدد عن بوليزاريو فأنت ترك عميل الجزائر كتدير العمل الجزائر بشكل مباشر أو بغير مباشر لأن الجزائريا الطرف اللي بغي قسم هذا البلاد ولغضي نحضره تاريخيا أنا كان قدر نتهمى المسائل نحضره تاريخيا الأراضي كلها كانت مغربية ونحن عارفين تاريخ كيف أسترد البوليزاريو وكيف أستعملاته وكيف أستعملاته فلا من ناحية الأخلاقية ولا من ناحية الموضوعية اللي كنشوفها أن هذه المسألة لا تريد تجاوز مجرد رأيك رأيك تقدر تقول له وعندك معارضة مثلا سياسية تقدر تعرض سياسات المؤسسات تقدر تعرض الملك براسوف سياسته وتقدر تعرض المنتخبين لكن الوقت تصل إلى القضية لأنك تريد تقسم بلاد لا يبقى هذاك مجرد رأيك هذاك ركيو الجريمة التي يخصي عقبالها القانون بقوة 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 المساطر التي يشرعها المشرعية ومن هناك نقول أن إعلان البوليزاريو منطمة إرهابية تنهي هذه المسألة ومهازين الحلقات التي نشوفها في الجامعة لا يبقى هذاك لا يبقى هذاك منطمة إرهابية التي تريد تقسم البلاد وفي المسألة بكل بساطة لا يبقى إشتسموا منطمة حق الإنسان أو المنطمة التي تقدر تدفع لا يبقى هذاك الظاهر التي تقدر توقف و تدفع لذلك الناس لأنهم غير مؤهلين لأنهم يكونوا ناس لتطاعم الحرية لأنهم قدرين أن يقوموا بشرائم إلى تحت لهم الفرصة والدليل الدليل إكتيميزيك إذا أرجعنا هذا لور 11 سنين أكثر في إكتيميزيك وقت لتحت لهم الفرصة نتائج نتائج كيف كانت أسيسها إذن هذا الموضوع بالنسبة لي نرى إلى التطرح إلى التوضع إلى التوضعات البوليساريو كمنطمة إرهابية في هذا السياق العالمي الموجود حاليا والذي يشجع على المسألة لأننا كنا نعرف كل نذبها كيفش الوضع الإقليمي كيفش دائر أو التكشمية في الشرق الأوسط فهذه مناسبة نتفعلا الإعلان بوليساريو كمنطمة إرهابية والحاجة ستقدر تحد من العاملة الجزائرية الموجودة عن تكار الأرض يعني ما بقاش سيقدروا يخرجوا بوجههم إلا إلا غاضي يشتغلوا في الضل أو يشتغلوا في الخافاء وحتى هذوك القانون يوصل إليهم الثاني حاجة يلي مهمة أن المغرب عنده واحد القانون اللي يقدر يمشي به للزيحات الإفريقي ويطالب طرد هذه المنظمة الإرهابية اللي موجودة بدون يعني ما كنتشي قانون في المنظمات في التجموعة العالمية والإقليبية اللي كي يقول لك ودين جيبوا الجماعة وندخلوا على أساساً أنها دولة والمنتظم الدولي والأمم المتحدة ما كتطرفش بها فالموضوع بالنسبة لي أنا كنشوف هاد 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 أمور هاد يكون هاد يكون ناتيجة ديال هاد العمل وغادي نكونوا قطعنا شوط كبير باش استقرار ديال البلاد لأن على ما كيبدو أن المغرب هاد ينهي هاد الموضوع قبل ألفين وثلاثين إن شاء الله باش نقدروا نستمروا في المسيرة ديال التنمية ديالنا وديال وديال التطور أنا هاد هي وجهات نظري وكنشوفها ربما هاد السياق العام غادي في هاد الاتجاه وهد شيء إن شاء الله اللي غادي يكون لأن كما كالحان الفصال ما عنده حتى علاقة بحرية الرأي أو حرية بالعكس الفصال هاد هاد جريمة وجريمة كبيرة اللي خصصنيت فعلا قالوا أن يضرب فيها بيدي من حديد كما كان قول إذا سمحت أستاذ هرباز أعتقد على أن الإشكال ليس في وجود مطالب انفصالية لأنه متى يطرح هذا المشكل حينما يكون هذا الطرح الانفصالي أو الدعوة الانفصالية تشكل خطر من حيث انتشارها ومن حيث قبولها ومن حيث رقتها إلى ما هناك لكن في اعتقادي على أن الصحراويين عبروا في أكثر من المناسبة في الأقاليم جنوبية المملكة على أنهم ضد هذا الانفصال ولا دل على ذلك محطات انتخابية التي تشهد أعلى المستويات في قياسة لكل أقاليم المملكة فضلا عن عديد مظاهر التعبير السياسية الأخرى يعني هيئات المجتمع المدني بيعات القبائل المعرجانات إلى ما هناك حتى حفلات تقديم البيع وحتى زيارات عائل البلاد إلى ما هناك بالتالي لا أعتقد على أن مجرد فكرة الانفصال تشكل خطر لأنها فكرة معزولة وانتشارها محدود جداً لكن الخطر يكمن في علاقة هذه الفكرة بمخططات خارجية معادية تدخل في سياق صراع إقليمي أخذ في فترة معينة طابعاً دولياً ضمن يعني حالة استقطاب الدولي والحر الباردة وإلى ما هناك وتدخل البترو دولار الليبي والجزائري من هنا تكمن الخطورة إذا يعني دخل اليوم نحن مع معطا جديد وهو أعلن هذا المشروع الانفصالي رغم محدود يتنتشاره إلا أنه في سياقه التاريخي كان يعني يوظف السلاح وتحالف مع البتر دولار ويعني يتم توظيفه يقوم بأدوار وظيفية لصالح مخططات معادية للمملكة اليوم رغم ضعف هذا المشروع بدأ يلجأ إلى الإرهاب هذا هو المعطى الجديد أنا في اعتقادي التجريم ينبغي أن يكون فيما يتعلق بعلاقة هذا الفكر بهذه الجماعة المتطرفة أو هذه الجماعة التي تلجأ إلى الإرهاب وبهذا الجناح المسلح لكن أعتقد على أن الفكرة مجرد وجود الفكرة أعتقد على أنها لا تبلغ من الخطورة أن تشكل أي تهديد لمجرد وجود الفكرة يعني المجرد أنها فكرة معزولة وانتشارها محدود وتصطدم مع طبيعة المجتمع مع امتداد المجتمع الحضاري والإنساني والثقافي تصطدم حتى مع القربات مع الرحم مع امتدادات القبائل مع تصطدم مع الهوية تصطدم معها هي مناقضة يعني خارج السياقات التاريخية والثقافية والاجتماعية وبالتالي هي فكرة مستحيلة لا يمكن أن تجدها قبولاً ولا أن تجدها انتشاراً لكن طبعاً حينما يتم توظيفها عن طريق البيترو دولار ويتم النفخ فيها والبروباغاند الدعائية والتسليح وإلى ما هناك قد تشكل خطورة رغم تراجعه ورغم تفكك لأنني شخصياً أرى المشروع الانفصالي بالرغم حتى من رعاية الجزائرية وإلى ما هناك أراه متفككاً ومتراجعاً إلى حد كبير جداً وبالتالي أعتقد على أن وجود تعامل مع من يتم التغرير بهم أو مع من يتبنون هذه الطرحات خاصة تلك الحالات التي أشرت إليها من المراهقين أو من الطلبة أو من الأطفال الصغار أو من المحدثين إلى ما هناك أعتقد على أن المملكة طالما كانت ترازينة في التعاطي مع أبنائها يعني في النهاية هؤلاء أبناؤنا وهؤلاء تمظهرات هذه التعبيرات السياسية هي جزء من أخطاء نتحمل مسؤولياتها نحن جميعاً تعود لسياقات تاريخية في العلاقة معها وتعود لإكرهات يليس بالضرحة حتى أخطاء الاستعمار يعني العلاقة ما بين المركز والأطراف وسياقات تعود للمقاومة وجيش تحرير وأخطاء ارتكبات من مختلف المستداخين وإكرهات قاهرة وتراكمات اجتماعية ونفسية واقتصادية وإلى ما هناك وتدبير أخطاء حتى في التدبير لكن في النهاية ما جعل يعني ما حما بيضة هذه الأمة وهذه الدولة وهذا المجتمع المتماسك هو تلك الرزانة وتلك الحكمة التي يتمتع بها صانع القرار ومركز القرار في المغرب الملوك المتعاقبين هم من كانوا يحافظون على توازن العلاقة ما بين الأطراف وما بين المركز وما بين حتى الصحراء وبقية الأقارين وما بين الصحراء وما بين السلطة وما بين المجتمع وما بين السلطة وغير ذلك من الأطراف هذه المعادلة المعقدة أعتقد على أن هذا الجانب هو عامل قوة هو أهم عوامل القوة وهو أهم عوامل استمرار هذه العلاقة مبنية على البيع والبيع مبنية على التوافق وليس على القهر تضل كم الفكرة بشنا عندي واحد تعقيمة سيسا قلت على أن العلاقة ما بين الصحراويين وما بين ملوكهم لم يسبق أن بنيت على القهر وعلاقة الصحراويين بالمغرب صميمها هي علاقة بيع ما بينهم وما بين ملوك الدولة العلوية ولعلها حتى حينما في فترات تاريخية معينة ضعفت الدولة وتفككت بقية تلك العلاقة البيعة دائما قائمة وما يحمي يعني ما يقوي هذا الموقف المغربي هو بالضبط تلك تلك الرعاية التي الخاصة التي توليها مركز دولة المغربية لهذه الأقالين بخصوصياتها وبإكرهاتها وبالتالي ينبغي أن نتعامل مع تلك القلة القليلة من هؤلاء المغرر بهم أو الغاضبين أو الحانقين أو المتأثرين بتلك الدعاية بتلك البروفاقاند أن نتعامل معهم بذلك المنطق على أنهم ضحايا وأن نحاول استيعابهم وبالتأكيد سنجح بذلك لأنهم هم أقلية وأثارهم محدود جداً ولم يسبق أن يشكلوا خطراً لمجرد فكرة ولمجرد رأي وإنما خطرهم يتأتى من علاقتهم بهذا المشروع المعادي الخارجي الذي ينبغي أن يجرم نتفق معك أن حينما تثبت العلاقة مع السلاح مع العنف مع الإرهاب مع الإجندات الخارجية لا ينبغي التسامح معه ولكن حينما يكون تعبير مجرد تعبير ومجرد رأي أو مجرد نشاط سياسي أو مدني وحقوقي هو نشاط معزول وهو نشاط محدود ومحدود الأثر وبإمكان استيعابه وبإمكان تعيش معه لأنه لن يشكل أي خطر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سياسي سالم شكرا جزيلا ما روا التقدير لأنه يشكل خطر أو لا يشكل كيبقى كيبقى نسوين تقل دي واحد الكلمات جميلة هي هدوك ابنائنا ولدك او ابنك الى ذا الخطاء كتربيه كتربي عليه وكتعقبو به هي الفكرة اللي كتتكلم عني او خلصنا بحالات الافكار الافكار ديال العمالة او الافكار ديال انفيصال خصك تحصرها ماشي الفكرة تخليها على اساس انه خصنا نستوعبو هاد الاولاد او نستعبو نستوعبوها ونحاولو وخليهم بافكارهم لا بالاكس الحاجة الوحيدة اللي تقدر تحرب في هاد الفكرة اللي كتكون بحال الفيروس لانا فكرة ديال انفيصال هاداك فيروس عندك في المجتمع الى تششى مصيبة ما تقدرش تخلي انتا شي واحد ليحم الفيروس يكي يتحرك بحرية في اماكين بساف لانا غضي ينشر لك ذاك الفيروس وماشي كيما ربا من ذاك تشوف اساسان ما انا 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 الاتار غطي يكون محدود اه احتى هدي مسألة نسبي ربما انا اذا كنشوف ان هاد الناس يقدروا يديروا عقلهم هادا يقدر يكون اتار ربما محدود لكن انهم ينشروا الفكرة في الواصف في الاوسط دياله ويزيدوا يعني يحركوها هادي مسألة ايضا مطروحة ما غضيش تقدر ان تتتامد على فقط ممكن غضي يهديهم الله او هاد الفكرة اللي كينا فاللي كينا هو الحاجة الواحدة اللي غضي تحصر الفيروس هو تعالجه وباش غضي تعالجه هو بات القانون كنت اكد ان الى وضع الى توضع قانون الارهاب قانون الارهاب اول حاجة غضي يحاكم ايضا الرموز ديال الارهاب ومن ضمنهم ديك الخاء ديك ديك شرويطة اللي كي يحملوا ديما وديك الراية ديال الانفصال اللي كتكون وهدي من الاشياء الرموز اول حاجة تاني حاجة هاد الافكار ديال الانفصال احتاجات كله انا متأكد بان الولاد اذا كان في علان مغرر بهم انهم غضي يراجعوا رأسهم غضي تكمنشوف دويرتهم ما غضيش يضروب زاف هذا الموضوع ما غضيش يبقى وينشتروا هاد الافكار لان القانون كما كيكون هو الضابط الوحيد لي عندك هاد الامور مثل هذي ما تقدرش تتمت فقط على انك توعياء او انك تحاول هاد المقرر بهم هاد شي ربما مرة حاولوا المغرب هاد سنين مدة تخيل انت من خمسين اهام وانت ما زال عندك هاد الفكر مطروح تظن انه اسيسان ما نفعل مدة كلها مثلا المغرب ما كانش يحاول مع هاد الناس اللي عندهم هاد الافكار الهدامة وهاد الافكار ديال الانفصال انهم يديروا عقلهم ما بغوش يديروا عقل كان الية الخراء اللي غاضي تخليهم يديروا عقلهم وهاد الالية الخراء هي لي جيدة وهي لي اقتالي انا احنا بصراح احنا في واحد الوقت ديالنا ننمي بلادنا ونبني وهو ما محتاجين شي معارك جانبية لنخوضوها براك المعركة لاننا مع الجزائر لكن ما غضيشنا نخوضو ايضا معارك مع الناس اللي عندنا لداخل ومع المنتمدون لدي الحقوق الانسان ومع هذا فانا كان القانون الزجري غضي يكون هو 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 الحاجة الوحيدة اللي غضي تحصر الفكرة وهذه تربيع الوليدات الى ما غوش يعني الله يهديهم الى ما تهدأوش كين القانون اللي غضي يهديهم كانهم وحنا كان عرفوا قوة القانون لاننا كل واحد فاشكت لان ذيك الحرية ما عند بعض الاحيان عند شي ناس كي يعتبروها سيباء او كي يعتبروها حاجة خرش سياق ديال 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 انني نقول فقط تكشي اللي اللي كان امن به او لا لا كتولي بسألة بالنسبة لهم استفزاز السلطة او استفزاز المغارباني تلي كينيين او استفزاز المجتمع اللي هما كي توجدوا فيه وهذه مسألة كنشوفها نعم الى كانشي قانون الزجري غضي يهدي فيها النظر واللي ما رباهش المجتمع غضي ربيه القانون هذا هو هذه الفكرة اللي كانشوفها انا اه 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 هدى بعد سنين ديالان انا كان حاولوا معاد المغرر بين باش يعني ربما انت واحد من الناس اللي راجعت يعت كاركو هذا لكن ينشو هدين اللي ربما ذاك الدم ديال ديال اللي عمالك يجري عندهم اه في الدات ديالهم صعيب انك 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 تعالجهم ماذا تريد أن تكون؟ أنا شخصيين صنفوه في ظن الإرهاب أنا كنشوفه لأن هذا الشخص خاصه يتعتقل في أطرع وقت لأنه يحرد على العنف نعم، 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 نعم إذا سمحت صاحب الغربية والله أنا أعتبره مسكين حالة نفسية وأعتقد إذا كان من يعتقلي في من يعتقل في من صحة عقلية أقل الأكثر وأنا أعرفه جيداً المسكين فقط بحقصي مع العلم أخي أنت سعرف أنه دخيل على المنطقة هو جاي من منتل يعني مسكن من مودة مودة هذا حسب المعلومات يعني هو إبن اللعيون ولكن ما ماشي ماشي من الأصل من اللعيون الإنفصاليين أخي نبيل كان أنواع من الإنفصاليين وهذو الإنفصاليين وحدين من البوليزاريو مع البوليزاريو قيادين ومسؤولين وزراء في البوليزاريو ومن يموتوا كتوصل التعزية من ملك البلاد لأسرة القائل القيادي أو المسؤول والملك ما كيسميهمش أعداء كيسميهم خصوم ولكن كين أعداء أعداء هم المولين البوليزاريو وهم اللي هدف ديالهم ماشي يستقلوا ولتأسرة مغرب كين عدد كبير من الإنفصاليين حاليا كين في العيون في الداخلة في بوندوس مرة ومتعيشوا معهم ومتحكم سعاد يسمح لي أعطي نتعلم معك هذو كين ينفصاليين وكين اللي ما بغين موالين البوليزاريو وما موالينش البوليزاريو هو انفصار رواهد ما فهمت ما فهمت أنت فاكنا شنو زمادوا موالين لا 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 أنا أغنفصر لك أنا أغنفصر لك كين حاليا انفصاليين في الصحراء المغربية أصدقاء أنو كن عرفوه ولكن تقول لك حنا ما تابعينش بوليزاريو ما كنبغيوش بوليزاريو ولكن بغين يقسموا البلاد بغين يقسموا البلاد ولكن ماشي مع البوليزاريو لا سمعني سي رأسي سياعاتي الله يخلي كرخليني إذا باف سياق باش ما بدوخنيش تبع انفصالي 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 هو ملا واحدة وانا تقول لك نتابع البوليزاريو ولا تابع الجنالك حالما عندي بالنسبة لي انت واحدة انك بغين تقسم البلاد انت صحيح واشو واحد بغين يقسمها بالفرشيطة والاخر بغين يقسمها بالكلاشينكو فشنو الفرق لا اسمح لي انفصالي انا قد نتحور معانا قد نناقصه ما نعاقبوش اني بستجنو الانت ايرهابي لا نتحور معانا قنعه كيفاش والصحراء مغربية واش انت مغربية واش مغربية واش انت مغربية واش مغربية ربما يقصد على أنه ليس على نفس الدرجة من الخطورة هذا هو ما يقصد باريش واحدهم خطير واحد أقل خطورة وأقل ضرر هذا ربما ولكن في الأخير الآداء سيكون واحد سيقسم البلاد فإلى النتيجة هذه تطيق المعادلة تطيق نتيجة واحدة هل كل طرق تؤدي إلى مدريد؟ أنا مشي مهم نمشي إلى مدريد من جاية برسلونة أنا مشي إلى أمطاراغونا ولكن إذا كان خطرهم محدود من حيث اسمح لي باريش إذا كان هذا الانفصال يعني مجرد شخص يعبر على الرأيه لا يشكل خطر من حيث لا الانتشار ولا القوة ولا القدر على الحجن أعتقد أنه من الممكن أن تتعايش معه هذا هو اللي كان تعايش معه وتقنعه هنا كان وسيد الإقناع ولي عندكم حيث المغرب ما كان خدوش حرب عسكرية فقط كان حرب الإقناع كان حرب الأفكار حرب كسب القلوب حرب كسب النفوس البوليزاري والمخابرة الجزائرية أقوية حرب كسب النفوس حرب كسب النفوس حرب كسب النفوس هذا الغرض الانفصال يتوسع يعني أنا كنشوفه حتى رأيه كبيرة في هذا المجال بالنسبة للمغرب كسب النفوس كسب النفوس حرب 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 كسب النفوس كسب النفوس حرب كسب النفوس انا كان ضمن في واحد الحد اللي هو محدودا على الاقل دقتم ظهورات او المظاهر ديالان فيصال ما غاديش نبقوا نشوفوها في الشوارع تيالنا الاشكال ليس فتم ظهورات لا اسمانيا سيسال دبا انا مشكين عندي فتم ظهورات ديال الشارع لما نكي خرجوا واحد المجموعة اللي عارفين بانهم ذاك الخروج ديالهم غادي نخرجانا بالرايا ديالان فيصال ونخرجها داوة وانتك تعتبرهم ولا نفترض انك تعتبرهم هذون فيصاليين كيو تضغيفين وكيسوقو ذيك القاضية في الارض وكيسورو ذاك شي وصفتو الجزائر اللي كتسوقو في الامم المتحدة ان هذا تم ظهور او تظاهر او مظاهر ديالان فيصال ولكن هنا رايا انا رايز اخينا لا هذه الرايا ديالان فيصال هنا انا رايا بالضبط اي رايا تكلم رايا بوليزاريو ما هزينهاش هذو هذو كيسعبوش ببوليزاريو هذو شداشهم ببوليزاريو دخلتهم السجن الرشيد وعدباتهم وما زال يوم كيعيشوا معانهم انفصالية ما اتعبرش رايا طو مغريبي مغريبي ما اتعبر صعبو مغريبي نـأن Toldria انا كان اضردي كراسية uma تقول لك أنا صحراوي أنا ماشي مغريبي أنا صحراوي أنا ضد البوليزاريو البوليزاريو مجرمة إرهابية أو لكن أنا ماشي مغريبي أنا صحراوي شنو أتعاقبت؟ غا تتهمه إرهاب غا تتسجنه لا هذا عنده وسيلة واحدة هو الإقناع هو تحبه يتحبك يبغيه يبغيه تبارك ليه عوش لا تمحني هذا نقولك علاشة نقولك علاشة أنت القرطي على رأسك هذا اللي كنت تكلم عليه مغضيش كنت تحت طائرة القانون لأننا نحن للمكان هضروع على قانون الإرهاب اللي كي جرم لبلشاريو العملاء ديالون بوليزاريو بإيك البوليزاريو بوليزاريو جرمو البوليزاريو موش كده بوليزاريو محدو ما عندو عرض قبل بوليزاريو شوف القانون كيفاش غضي تعمل معاه وشونتيني واحدة انا كنهضر على المسألة ديال التمظهورات او المسألة ديال انا كنهضر رموز ديال بوليزاريو كنخجوها بلاد الوقت اللي انت كتعطيه لمو برير وكتقول لي اللي انت راك دريف انت ماشي بعدها داك اللي كينف تنظوف وانت ما عمدك السلاح كتعطيه ديك الامكانية انه ديك الحرية اللي انت كتخولها ليه كيقدر هو يسوقها بشكل اخر بشكل اخر اللي كدر البلاد انا لما كنجي واحد مجموعة ديال الناس كنقولوا ما دي حريت رايكم انكم تقولوا اللي بغيتو وانا كنهضر على الناس اللي العملاء ديال الجزائر وديال بوليزاريو كيخرجوه بالرأيات متلا يك كان عرفوه بزاف انا كيوقع المرات تجادو مع البوليس شي اصدام مع البوليس بحالك ودك شي كنو كي تصورو كي تسوق بالرام المدامات الدولية ومدامات الامنيستي هذا يومن رايتس الفريدوم هاوس هادو كلهم كي اقتاتوا من هذا المسائل هاتي حالا كي تلقوا واحد شد كاميرا في الشرجم خارجها مراكد مشي تجب تستفز البوليس كيدفعها طاحل صافي سهلا اما كتلقى الفيديو انتاشر تسمي شو المغريب كي اعتاد على 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 عز او هذه هادتم اضهورات انا مقداريك بالضبط انا غضي تكون قطيرة معها لانا الرموز overhead availability outputs من بينهم الرايا ديال بوليس غريو هذا رمز مان الرموز يال ارهاب اللي ما اخصوش عبرت على رأيك ديك ساعة بحتي رامو عبرتش على رأيك ما حد كما قل سيسان من صوتك ما كي قاديش أو تأتيرك محدود هديك كتبقى بالنسبة للقانون هو اللي يحدد واش تأتيرك محدود أو ما شي محدود قادر تضر البلاد ولا ما قادرش تضر البلاد إلا كنتيني تفعلان شي واحد لير كتبن ذيك الفكرة لكن ما كتشتغل شاليها هذا كشكل آخر إلا كنتي شي شخص لي كتبن ذيك الفكرة وذير واحد الرئيز واحد الشبكات وكتشتغل عليها باش تنشرها هذيك حاجة أخرى ما قادش نقشوها ما تقول يا فيها لكيوت لهذا إلا ذيك الفكرة عندك في دماغك وقال سمسنط العظام كليا كاد يخرج تضر مع الناس كل يوم أنا ما كان حش براسي مغريبي هذيك مشكلتك نقدرنا براسي نكون في الرباط ولا في كازان ولا ما كان حش براسي مغريبي نباغي لسيقلال سيدي أنا الضار دياري باغي نستقلب دارينا في ذيك المنطقة ندير دولة بوحدة هذا مشي هو الموضوع مشي هذه المشكلة في مكنا أنا كان أهضر ليك بالضبط على هذه المسائل دياري لش أنا غادر لقاء الانفصال أو الفكرة ديال انفصال واحد المبرر اللي نعطيها به ذيك الحرية ديال أنا تتحرك أو تنتشر أنا لما كان وضع قانون فكان قصي هاد المسألة هذي كان حيضها وكان حاصر ديك الفكرة ديك ساكل واحد كي تحمل مسؤوليته هذك اللي ما رباتوش خمسين عام ديال 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 المشكلة ديال هاد الحرب والمشكلة اللي موجودة ما كان دونش غادي تقدر انتاعد تقنعوه أو تربيه هذي ما رباتوش هاد المجتمع اللي كي عيش فيه وكي شوفو كيفاش داير وهالتاريخ اللي يقرأ وكي يعرفو كيفاش داير ما غضيش تقنعوه انتا من هنا واحد عشرين عام خراسي هادا اللي ما قنعوش تطور ديال البلادو اللي ما عارش بيانا لحودود ديال ما كتوقفش فقط في جهة العيون انه وكي يمشي حتال طانجو هادا ما غضيش تقدر انتا تقنعو بش حاجة خراسي السيالي فما تقنعنيش نتابعنا نبعد خمسين عام انتاعد منتاظر انك تقنع عباد الله اللي غضي يقنعهم والقانون 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 استى المسالات سيالي وسيسالي يلقي قانون غضي قدار يتركي الجمهور وقد شفانا انه شوف انه ان فصال داير بحيدك السلاطاني انه ما حاصرتش غضي انتاشر انني نو جديه المبرر ديال انتشار ونعطيه داك المبرر او نصنفو هذا كيوت وهذا مش كيوت ما كاسب ليش مسالة صحية اللي تقدر تفيدني انكي نطائرة ديال القانون من قرن ديك ساعة غضي حدد شكل كي يأدي البلاد وشكل ما كي يأديش قانون الإرهاب وعندهم محددات فهذه الساعة قدرون قولوا بها نحتدوك الناس اللي أفكارهم شدة شوية أو هاد الناس اللي كتقدر عليهم بالضبط اللي عندهم القبيلية دي القتناة هذوك راسهم ما تيخافوا على راسهم ما تلقاهم تكمنش فغاضين تلنام استر هرباز ولرسوقاس هكذا لم تسئوليته هذا هو الموضوع استر هرباز ندور شوية الحوار أنا ما شاركت شكين إخوان أخرين وباش نعم بازال سي حسان بازال سي صوت ماروك باش اختار بازال سي حسان والأخ سي حسان ماروك اللي كان عنده تعقيمه من بعد عدا عندي مدخلان خلي واقع ختمي شكرا متحية لتدي علي باريش السلام عليكم سينابيل مرحبا سينابيل مرحبا سينابيل مرحبا عليك وكان رجالك تحية وتحية لكبير الضويفك الكيرام اللي كان من كان عزهم ومن أشهد المتابعين دياله مرحبا بالنسبة للموضوع عليكم أنتو كتناقشون احنا مخصنش نوجد المبريلات لتشرف ديالهم ومدوم بحثوا عليهم خصن ديرو توابيت لا تناقش خط أحمر علاش لناد الناس اللي كي يطلبوا بلينفصال كي ما قللك الاخ خباريش او ما كل واحد كين طرق من واحد منطلق كيني كيكون حاقد كيني كيكون مخداش حقه في المجتمع كيبغي تخلص من الهوية وكيبغي يهدد كيني كيبغي يستغل هذيك القضية باش ياخد مطالبي يسترفز الدولة كينك الناس عاوتنين يتابعين الجزائر هذوك أعداء لعنا وجهاتهم عندهم أزوندات خارجياتهم عندهم وعود لان احنا العدو دولنا الرئيسي هو الجزائر بصراحة نقولوها يعني معلناش إشكاليا ولكن داخل الوطن خصولي عندنا توابط ان خطوط حمراء لا تناقش هذيك مقدسات ما نقبلوهاش بتحت أي مبرر ونضيرو كينما قلت واحد القانون باش ما نخليوش دكتغارتي دوزون علاش لان احنا بحال لتشي ناس ليفخندق واحد خصنا ندفعهم صلاحة بلادنا فوق أي اعتبار فانتاني لانه هناك واحد الناس وخامعك بحالة اقتبت واحد المدرسة واحد المدرسة واحد الانسان ما اعطتهش كاي سوالة سوالة بما هو مجداد وما هو كيحقد على الناس المجتهدي ان تكون مدرسة اذا اهو في نسبة لي كي كي تكون نخرب هذه المدرسة حسنانة بحالة ما كنتم تهمش لها فانتاني هذو هما الانفصالين يكونون داخليان هذو توم خطيرين احنا قصنا نديرو قاوانين ديالنا وحنا ندافعون نكون ضدهم المجتمع الميداني يقف ضدهم لا يجعل الأصوات تحرك وخاية قليلة وشدة ولكن كما نقلق معها لكي يعرف الخطورة التي تقوم به أما في الشيق الثاني نرى العدو الرئيسي هو الجزائر الجزائر خمسين سنة لم تتعضي أنا كنت لحس سؤال هذه الدولة اللي جارة خبيطة لأن أصناف الجيران نحن كإنسان عاديا عرفنا أصناف الجيران كان ينتلذد الأنواع كان يلعا جار جيد كنت سمعني أسينا بي كنتسمعك أسينا بي كان عاديا جار جيد لقد أصناف الجزائر منهم كان يلعا جيد جدا كيكون جار جيد كانت تعاون معه يساعدك في الأفراح وتقربه أبيض من جهتك ويدخل عنده استخدامه هذا جار في مستوى جيد كانت الدرجة الثانية واحد الجار ماشي في هذا المستوى ولكن على الأقل المحترم مقدرو نصنفوه جار محترم كي وقرك كتوقرو كتبقى بناتكم ديك السلام عليكم السلام عليكم ولكن المشكل في الجزائر احنا في الجار الثالث الخابيت هذا أقصى درجة الخبط أنه وسلطي معها الدرجة كتبقوا لي هيرو وقرين وقرك وما قدرش يتبقى معك القايدة الأخلاقية فمتاسي نبيل هذي أبسط أدر والمشكلة أنه عارف رأسه بأنه رأى مخطئ علاش لأنه ما قدرش يواجهك كيستعمل كاراكيز البوليزاريون هو كيقولك أنا غير معني بالقاضية ولكن في هادة السنوات الآخرة كيبان لي بأنه بحلوة تفقد صواب دياله لأنه تصرفة الصيبياني لأنه كيستعمل يعني واحد فقد صواب دياله عش فقدها فقدها على الصبر لأنه المغرب على حق وصبر أنا السؤال اللي عندي كان وجرول الجزائريين وكان سؤال الحكام إلا كان المغرب خمسين سنة هو كيدفع خمسين سنة كيدفع وعندكم صفر ما أخذته التشيئ منه يعني هل هزائم فما بألكم نهار المغرب يفكر يهاجم هذه كانوا الجهال يوم رسالة يعني واحد نهار المغرب غضي بقى يصبر يصبر ولكن واحد نهارها تحول سياسة دياله مدفع الهجوم هو بالحكمة وبالتعقول ركيق أولاد من الناس نمشيهم معهم ربما يهديهم الله ولكن خمسين سنة أنا مبغاش يهديهم الله أما هنا رسالة أخرى كان وجهة كان وجهة الشعب الجزائري الشعب الجزائري لم يكن في المستوى أنا لكي سمعوني الجزائريين كان نقوله لهم لأنه ليش كان واحد صراع ما بين ربعها ديالأصناف كان الشعب المغربي كان دول المغربية النظام مغربي كان نظام جزائري كان الشعب الجزائري الشعب الجزائري كان اعتبره خان الأخوة نجيك صراحة لأن لماذا؟ الفكر العام الجزائري خصوصي ترحي السؤال في ماذا يؤدينا المغرب يعطيني سبب في ماذا يؤديه المغرب لم يؤديه في شيء الشعب الجزائري فقط تغدى بأفكار نظامه يغسله الدماغ دياله بهذا المعنى نظام يغسله الدماغ دياله الغريب في الأمر قبلناها قبل ما تكون لانطيرنات لأنك الدولة تستحويد على الإعلام كانت تسد عليك ده بد تفتح الإعلام انت تشوف المغربة لم يؤدوك بشيء لا شعبا ولا نظاما تفرج الإداعات المغربية هيك فيك مع مرة تشوف النظام المغربية ولا في شيء رسالة وبالعكس فاش تشوف النظام الجزائري تشوف التوجود ياله عدائي يعني في سب عبد الله قناة أنباء الجزائري كان سمعها أنا